ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، تقس دافئ في الجبال ومعتد الليلة في معظم مناطق المملكة، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. مختبرات ميد لابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة مع يوم الغد بالأربعاء، لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام ما يقارب 3 إلى 5 درجات مئوية. وكما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة، درجات الحرارة نهاراً مع يوم الأربعاء تكون حرارة نسبياً في معظم المناطق، قد تكون دافئة ربيعية في المرتفعات الجبلية، وإذن قد تكون دافئة أيضاً في مناطق الأغوار والبحر الميت من يوم الغد. أما في درجات الحرارة الليلية والأجواء بشكل عام ليلياً، ترتفع درجات الحرارة مقارنة مع الليالي الماضية لتصبح الأجواء معتدلة ربيعية في معظم المناطق في ساعات الليل. هذه الليلة في العاصمة عمان أجواء صافية درجات الحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 10 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة غدا 28 نهارا إلى 19 درجة في ساعات الليل والخميس ترتفع درجات الحرارة مع أجواء مغبرة ورياح قد تكون نشطة 30 نهارا إلى 20 درجة ليلا لتعاود من خفاض بشكل تدريجي مع يوم الجمعة لتصل إلى 25 نهارا و13 درجة في ساعات المساء من العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد 32 إلى 21 في المفرق 31 إلى 19 جرش 32 إلى 21 وفي عجلهم من 30 إلى 20 درجة مئوية في العاصمة عمان 28 إلى 19 البحر الميت 37 إلى 26 في الزرقاء 32 إلى 19 في البلقاء 29 إلى 20 وأخيرا في مادمة من 28 إلى 19 درجة مئوية 29 إلى 19 حفظا في الكرك طفيلة 27 إلى 18 في معان 30 إلى 19 مع أجواء مغبرة جبال الشراء 25 إلى 17 أجواء حارة في العقبة 36 إلى 25 درجة مئوية في الرويش 32 إلى 19 في الصفاوة 32 إلى 20 وأخيرا في الأزرق من 34 إلى 22 درجة مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز تقصى العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري